جهازات موقفتش عندنا احكي على حضراتكم على موضوع وهو لما السيدة الرئيسة الفتاح السيسي تكلم على فيروسي انا فاكر كويس قوي اتقال ده بيحلم ناسف ان يقول لفظ ده بس الحلم بقى حقيقي مصر قضت على كل مرضى فيروسي او كل الناس اللي عندها قائمة انتظار في فيروسي او ممكن اقدر اقول احنا البلد الوحيدة اللي في العالم اللي ما عندهاش قائمة انتظار فيروسي احنا اصبحنا دولة بنصدر الدول للعالم كله احنا اصبحنا دولة جاذبة الاستثمار في المجال ده ومعانا الاخوة الافاضل للامم المشروع ده كله بقرار جريئ واحد اتاخد لما رئيسة الفتاح السيسي امر ان كل الادوية تتسجل فورا وتزيل كل المعاوقات يبقى الحلم ممكن يبقى حقيقة عندنا مشروع ملون نصف فدان ولسه في مشروعات اخرى مكملة فيها عملية الزراعة نقدر نجهل ان مصر كان عندها دلتة تمانية ملون فدان ويمكن تقلصت حتى الان معانا معانا خمسة فانتم ولا ستة ستة ولسه جاري ما تقل ما ينفعش ان شعب مصر ينزيد وما بقاش نظله ان انا ابص المستقبل زراعي افضل له عندنا الحمد لله دلوقتي اكبر مزارع سماكية باستغلال الثروة السماكية اللي في مصر ينبالع كان لسه في افتاحات وقبل كده في كفر الشيكان في افتاحات اخرى ويمكن ان شاء الله في خلال بدع سنين قليلة نقدر ان احنا بعندنا استغناء عنه مراكز الشباب وازن الحمد لله كل مراكز الشباب دلوقتي بيتم تطورها ده اهتمام للشباب اللي موجود الاحتياط النغضي رجعنا تاني الحمد لله احتياط النغضي اولاني اللي حضركم تتعلموا جيدا كانش عندنا احتياط النغضي كان عندنا مشاكل كبيرة فيها يكوناش منلاقي حد دولار نفتح بي اعتمدات نجيب احتياجاتنا السلاحات الاقتصادية اللي اتخدت مخدوهاش اجيال قبل كده عملية التعويم اللي ممكن ناس تقول دي كانت مشكلة انه عايز اقول لحضراتكم ده من اجرى القرارات الاقتصادية اللي اتخدت في تاريخ مصر يمكن بنعاني بس هو كان استحالة كنا هنكمل من غير ما تتاخد القرارات الجريئة حتى لو جات على اه بنقول حسابنا او جات على شعبياتنا لكن هي دي الامانة في القرارات اللي احنا لازم ناخدها كلازم مع المشروعات دي ان احنا نعمل نفس الطفرة التشريعية ده دورنا كمجلس نوعات. الحمد لله في الفترة اللي فاتت مسئولية حملة الاتلاف تحت قبة البرلمان انتهينا من حزم مقوانين التشريعات المهمة والملحة. قانون الاستثمار واوظنا حضراتكم الحمد لله ممكن شاركته فيه. ويتعمل الجلسات كثيرة لحد ما صادر قانون استثمار. قانون الترخيص الصناعية. وعايز اقول لحضراتكم على حاجة قانون الترخيص الصناعية كان زمان لما كنا بنتكلم فيه ومعايا زملائي هنا في في اتحاد الصناعات ومعايا السادة الوزير والسادة الوزراء. كان بولينا برضو انت بتحلموا. نقول لهم ماشي نحن. نكمل نحن. طالما منتكلم صح نحن. طالما منتكلم بمنطق نحن. كنا بنطلع الرخصة بستمائة يوم دلوقتي في اسبوع. وباختار. بدون عزيمة. وانا عايز اقول لحضراتكم القانون ده صدر. لان في احد اللقات برضو مع السيد الرئيس. امر ان القانون ده يخلص. وهي دي العزيمة في الاراضة السياسية. اني بقى عندنا فعلا عزيمة ان الدولة عزيمة ان قرارات الاصلاحية الجد تخلص. انا لايه واحد صديق ليه جيبي يقول لي يعني بعد تساعتاشر سنة عذاب في رخصته اصدرها الحمد الله في اسبوع. عليك شاهد عليها. هيت سلامة الغزاء. دي قتموقفها من سنة الفين وخمسة. كانش فيه قرار الجريء اللي ياخد بيها باصدار. الحمد لله المجلس الفترة حليها هو اللي خاد. قانون الخدمة المدنية وده ان شاء الله اقتاره هتظهر في الفترة القادمة. برامج الحماية الارتماعية. تعملت والحمد لله بتزيد ولسه هتزيد. بس هنكلم هي دي طبعا معمولة لمكافحة الغلاء. اللي احنا عارفين ان ما زال فيه غلاء. وشعرين بالمواطن. لكن مكملين. مكملين على اساس صح. لان مكملين واحدة بنصلح اقتصادية. مش مكملين وانعارف ان عندي عوارة لسه مش اخلص منه. الشعب المصري مش هيستحمل عملية اصلاح تانية لان احنا مقدرين جدا اشتركوا في القناة.